عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية الخميس بالرباط اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024 وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024 التي ستنطلق يوم فاتح مارس 2024 وتنتهي يوم 29 أبريل 2024 ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقد صباح يومه الخميس فاتح فبراير 2024 اجتماعا بمقر وزارة الداخلية خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2024 وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية شهر شتنبر 2024 وخلال هذا الاجتماع يضيف البلاغ قامت اللجنة المركزية بتحديد المعايير اللازمة لاستخراج العدد المطلوب من أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية وفي ضوء أشغال اللجنة المركزية ستباشر عملية حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها قصد قيامهم بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني التجنيد ابتداء من التاريخ المقرر لانطلاق عملية الإحصاء والمحدد في فاتح مارس 2024 إلى غاية يوم 29 أبريل 2024 ترجمة نانسي قنقر